لكن أنا هنا أمام نقطة تانية مختلفة تماماً ألا وهي هو اتحاد الكرة فين؟ هي لجنة الحكام فين؟ يعني لجنة الحكام فيها تخبط مش طبيعي هنوقف الحكم لا ما وقفناش الحكم الحكم راح جلسة الاستماع مع الكابتن جمال صدق المستشاري القانوني نافع كل حاجة فانتظرت اللجنة تطلع بيان أو تثبت بقى صحة أداء أو عدمه ما فيش حاجة سيلنت مش موجودين خالص الاتحاد الكرة أقرى تصريح لأستاذ جمال علام بيقول سيتم فتح تحقيق في تسريب المحاطس يعني أنت بتصريحك ده بيتأكدها ولا بتنفيها بتصريحك ده أنت لسه هتفتح تحقيق ما فيه تحقيق بقى له يومين ثلاثة طب حكم الفوار لغاية اللحظة دي راح الاتحاد أدل بأقواله ولا مرحش هو الاتحاد ليه بيتعامل مع المنظومة لأنها هوى قدامه مش موجودة أنا لسه هديك أمثال على اللي حصل في الدوريات الأوروبية عشان نعرف برضو قانونية إن المحادثات دي بتطلع إزاي وده الجزء اللي هتناقش فيه النهاردة مع الكابتن ناصر عباس والكابتن تحسين أبو سادات لأن الجزئيات اللي زي دي لها تفاصيل ولها رولزو معينة وبروتوكول من الآيفاب فمحتاجين نفهم هو الاتحاد فيهم من اللي بيحصل اتحاده الكرة ليه ساب الأمور كده من غير ما يحسمها طب ما الاتحاد عنده المحادسة بالكامل الهارد نفسه اللي عليه محادسة الفوار بتوصل لللجنة وبتوصل للاتحاد ليه الاتحاد ما أعلنهاش كده كده على فكرة خدوا بالكو طالما الموضوع وصل للنائب العام والنهاردة الكابتن محمد عادل كان عنده جلسة يعني مطولة أعتقد لغاية دلوقتي لسه مستمرة مقدم فيديوهاته مقدم مستنداته وجلسة تحية طويلة مع المحامل عام الأول فالهارد اللي موجود في شركة الفار أو مع اتحاد الكوري ده أكيد هيتم الاستعانة بيه عشان يبقى استدلال ليهم تفاصيله ده متطبقة مع ده ولا لأ ده ألف بيه أكيد هايحصل يعني بس أنا بكلم على الشرق الرياضي وده الشرق اللي يخصنا أنا مش عايز أتكلم على الشرق الجنائي أو الإجراءات القانونية في مثل هذه المواقف والأحداث لكن فين اتحاد الكورة في الشرق الرياضي في مثل هذه المواقف مش موجود خالص على الساحة ليه مش قادر أفهم اللجنة يتقول حصل يتقول ما حصلش اللجنة ملتزمة الصمت هل اللجنة جزء من المشكلة يعني هل لجنة الحكام هي جزء من المشكلة هل هو فيه صراعات وصلت المشهد التحكيمي في هذه المباراة للصورة اللي احنا شايفنا ما احنا في النهاية هنا عايزين نوصل للحقيقة ليه عايزين نوصل للحقيقة لأن ده الأساس اللي هنبنى عليه كل الفترة اللي جاية عايزين نعرف مين بيشتغل صح ومين بيشتغل غلط مين بيشتغل بانتماء ومين ما بيشتغلش بانتماء مين ليه مصلحة شخصية ومين ما لوش مصلحة شخصية الناس ممكن تنزعج من المشهد اجمالا ولكن بالعكس المشهد ده هنبنى عليه كل اللي جاي لأن الله اعلم المشهد ده تقرر في السنين اللي فاتت كم مرة واحنا ما نعرفش واحنا هنا مش طالبنا كذا مرة ان محادثات الفار يتم الاعلان عنها ولما جيه ماركت لتنبرج نشر ده وقال ده اتحارب من جوه الاتحاد وتحارب من جوه لجنة الحكام وتحارب من احد رأساء الاندال السابقين او رئيس نهادي سابق يعني مش ده حصل وقالنا الرجل ده بيعرض محادثات الفار ودي الشفافية اللي احنا عايزينها كان عنده الرجل كان بتحارب من كل حتة من الاتحاد ومن مجلس الادارة ومن لجنة الحكام ومن احد الاندال بالتأكيد عايزة تبقى ماشية كده يعني لكن المشهد اللي حصل ده اكيد من يوم في المياه هيوصلنا للنتيجة السليم وانا مبسوط اللي احنا بنحاول قدر الامكان نوصل للنتيجة المحادثة طلعت كابتن محمد عادل بين فيها وتقدم ببلغ للنهاب العام وعنده ما بيقول يعني ان هو عنده ما يثبت ان الحاجات ده مش حقيقية الزميل الصحفي احمد عبد الباصي اتنشر واهلا عندي انفراد ونشر احنا في النهاية قاعدين مستنين ونشوف اللي هيحصل ولكن هل اللجنة ممكن تطلع في الساعات اللي جاية تتكلم مش عارف بس المؤشر كده يقول لك لا كله ضرب غطس الاتحاد نفسه ضرب غطس انت تعرفوا ان فيه اعضاء في مجلس زارة الاتحاد مستقين جدا مما يحدث الان على السحر يا دي وهم اصحاب القرار طب انت مستق ما اتخذتش موقف ليه ما استدعيتش لجنة الحكام ليه ما طلعتش بيان رسمي ليه انت فين من كل ده عايزة لكو على حاجة المشهد ده هي قدنا لحاجة واحدة سرع التعيين خبير اجنبي دي النهار ده قبل بكرة لمنظومة التحكيم عشان توفر له كل سبل النجاح بخلاص المشهد بالشكل ده حتى لو التسريب حتى فيما بعد طلع صح ده ايذا طلع صح مثلا ان الله اعلم ماليش علاقة بالقصة صح ولا غلط بس ده ايذا طلع صح ده انت عندك مشكلة تانية دلوقتي جوه اللجنة هل المحاسسة اللي بتطلع دي قانونية ولا مش قانونية صح ولا غلط يعني الناس اللي بتدير دلوقتي ملف التحكيم كمان اصبحوا امام الرأي العام جهة لازم بتتم مسألتهم على اللي حصل عشان نعرف الموقف الفني والقانوني في مثل هذه المواقف طب حاجة تانية اللجنة دي هل لها دور ولا مالهاش دور ده اللي لازم يقوله اتحاد الكورة هل لجنة الحكام لها دور في اللي حصل ده ولا مالهاش دور كافة الخطوات اللي المفروض بها يقوم باتحاد الكورة في الساعات اللي جاية لازم يعلنها كافة الخطوات هيحقها في التسريب هيحقها في صحة الكلام من عدمها هيحقها في الكلام اللي قاله عادل صح ولا غلط كل ده خطوات لازم يتم الاعلان عنها بشكل رسمي وفي النهاية بقى عشان نوصل للنتيجة ايا كانت القرارات اللي تطلع بها القضية دي احنا في انتظار ان اللي ييجي بعد كده يكون عنده قرار بالاعلان عن كل ما يحدث في المحادثات الظار في كل المباريات عشان يبقى فيه شفافية بقى وعارفين ساعتها مين اللي بياخد حقه بجد ومين اللي بيتجامل مرة واثنين وتلاتة بس في الرابعة والخمسة ظهرت وتكشفت